مصممة الأزياء نبين القاضي أهلا وسهلا فيك مع فوشيا أهلا وسهلا فيكم دائما فوشيا معايا من بداية إن شاء الله لأكبر مكان خلينا نحكي عن أحدى الصيحات فساتين الأعراس لهذا العام خاصة أنه عندك كولكشن جديد للعام الجديد هو عم نتجه فعلا تحسين مصممين الأزياء كلهم بالتجه للمجتمع العربي أكتر بلشوا إن إحنا له خاطب بالجتمع العربي أكتر فيه أكتر حشمة فيه أكتر تتش شرقي أكتر فهو هذا الثلاثة وعشرين وأعتقد لما بعد اللي بتابع مجموعتك نيفين بلاحظ إنه اختلاف بالقصات بتفصيلة القبي بالشك حكي لي عن كل فسطان كيف اخترتي كل فسطان له حكاية لعندي وكل فسطان بخاطب فيه حدا بخاطب دائما المرأة بتحب تظهر بالذات فيهم عرسها بشكل جميل جدا وبين تفاصيل جسمها بجمال فخاطبت من كيرف منيح جدا رعيت محجبة والمش محجبة رعيت إنه كمان يكون كل تصميم ينتمي لشخصيتي أنا بحب جدا التطريزات الشرقية رعيت إنه كل شيء يكون شرقي فيه وفيه بساطة وفيه تطريز يعني جمعت كل الأزواء في كل فسطان سويته في المجموعة هذه المنفوش سندريلا التو بيسز عشان تغير العروسة تكون مختلفة تكون تولق مختلفين المسكر للمحجبة المفتوح باحتشام حتى مفتوح باحتشام أنا كتير بحب المجتمع العربي نحن نرجع لنبين أصولنا العربية أكتر في تصميمي وأنا تصميمي أصلا من البداية كلها طابعة شرعية نيفين ما بين تصميم فساطين العرس والفساطين السهرة والقصات العادية فيه فرق بالتصميم بين النوعين؟ آه طبعا أكيد المسوري شيء مختلف حسب المناسبة لكن انفوصالا عرس هذا ليلة حلم حلم كل بنت فما بيكون عندك يوم المميز هذا لكل بنت فلازم يكون فيه كل تفصيله مميزة حتى لو كان انفوصا بيكون كمان مميز بالقماشة بتتحدث عن نفسها بيكون مميز بالقماش بيكون مميز بالكت الكت كتير مهمة عشان تبرج جمال التفاصيل الجسم المرأة لأن هذا يوم عرسك يعني إذا ما كنت أنت جميلة بمعنى الكلمة فيه أو مظهرة فيه شيء غير عادي مش نفسك مش تفصيلة عادية بتلبسيها كل يوم أو في أي سهر تسيوم كبير بالنسبة لأي عروس خلينا نعطي فوكس أكتر على تيبس نصائح عامة ممكن تأخذها العروس بعين الاعتبار قبل اختيار فلسطان العرس أول شي فلسطان العرس هجب يكون ترديشنال لأن إذا ما كان ترديشنال ما يكون متبع الموضة يكون أنيق يكون راقي جدا لأن الصور أزياء فوصان العرس بالذات ما بيتبع الموضة بيتبع الشيء التقليدي الراكز لأن الصورة بعد عشر سنوات لو عملت شيء موضة بتلاقي صورة مختلفة فبالتالي العروسة ما فيها أبدا تتبع الموضة المجنونة نعبد هتكون شيء مرتب جدا شيء راكز جدا شيء تقليدي بس بنفس الوقت يكون في عصرية بالتطريز بالفخامة الفخامة مهمة جدا حسب كل بنته زوقها حتى قلتلك لو كان السمبل لازم يكون فخم بالإقماشة نازم بنصحها بالميكب ما تبالغ في أي شيء المبالغة دائماً بتخرب كل شيء المبالغة في كل شيء بعطي مفعول عكسي فأنا دائماً مع بساطة في كل شيء فخامة وبساطة في اللوك شكراً لألكم نورتي شكراً فوشي كتير لألكم دائماً أنتم معي ودائماً أنتم أكبر داعمين لألي ويعني عن جد كتير شكراً لألكم شكراً لألكم